السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطلاب مرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات النحو العربي المستوى الأول ونبدأ بالحديث عن محاضرة بعنوان الكلام وما يتألف منه لماذا الكلام؟ لماذا نتحدث عن الكلام في بداية حديثنا عن قواعد النحو العربي؟ لأن المادة الخام التي يعمل فيها أهل اللغة عامة وأهل النحو خاصة هو الكلام فما هو الكلام؟ عرفه علماء النحو بأنه اللفظ المركب المفيد فائدة يحصن السكوت عليها مثل الله ربنا محمد نبينا إذا وقفنا على كلمة أو على جملة الله ربنا وصل هذا الكلام إلى المتلقي ففهم منه معنى مفيد وكذلك محمد نبينا فهو لفظ وهو كلام أعطى معنى مفيدا للمستمع فهو هذا هو الكلام طيب ما أقل ما يتكون منه الكلام من كلمتين إن اسم وفعل مثل نجح خالد نجح فعل ماض مبني على الفتح وخالد فاعل مرفوع على مطرفه الطم وأقل ما يتكون منه الكلام من كلمتين من اسم وفعل فالاسم خالد والفعل نجح هنا جملة فعلية أو اسمان مبتدأ وخبر كقولك زيد مجتهد فزيد اسم ومجتهد اسم وزيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم ومجتهد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم فهذا هو الكلام الذي يتكون أقل ما يتكون من كلمتين يعني يتكون من كلمتين فقط لا قد يتكون من ثلاث من أربع من عشر طالما أنه أفاد طالما أنه أفاد فلو أنك قلت إن ذاكر محمد النجح فهذا كلام مع أنه تكون من أكثر من كلمتين فليس شرطا أن يخصر الكلام في كلمتين ولكن أقل ما يتكون منه الكلام كلمتين وقد يصل إلى أكثر من ثلاث وأربع إلى ما لا نهاية طيب أنت في حديثك تقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد فإذا يعني لفظ ومعه آخر فأفاد فائدة يحصن السكوت عليها فما تعريف اللفظ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية أي صوت مختلف أي صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية فهو لفظ مثل محمد يتكون من ميم الحرف ميم والميم والدال خالد هذا صوت خرج من فني يشتمل على بعض الحروف الهجائية طيب لو أن هناك إشارة أشير بيدي مثلا كخمسة دون أن أنطق بكلم بلفظ الخمسة أو أشير بأصابعي هكذا خمسة هل هذا يعد لفظا لا يعد لفظا هو إشارة كذلك الكتابة التي أمامكم الآن هذه كتابة وليست لفظا لأن طالما أنني لم أنطق بها كذلك عقض الأصابع تريد توضح أن فلان تهدده وتتوعده بأصبعك تمرره على عنقك أو غير ذلك هذا ليس كلام ونحو ونحو ذلك من الإشارات وغيرها التي لا تشتمل على صوت لا يسمى كلام طيب هل هناك صوت بلا حروف نعم اسمع هذا الصوت هذا صوت هل تستطيع هل تستطيع أن تكتبه لا لماذا لأنه ليس لفظا لماذا ليس لفظا ما أنا أسمعه الآن لأنه لا يشتمل على حروف هو صوت بالفعل لكنه ليس في تكوينه بعض الحروف الهجائية بعد أن تحدثنا عن اللفظ ننتقل إلى الحديث عن الكلم كما قال ابن مالك في الألفية يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقيم اسم وفعل ثم حرف الكلم ثم حرف الكلم الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ليس من كلمتين مثل كلام بل ما تركب وتكون من ثلاث من ثلاث كلمات فأكثر سواء أفاد معنى جديد أو لم يفيد يعني سواء أعطاني معنى مفيد مثل العدل أساس الملك هذه كلمة اثنتان ثلاث ثلاث كلمات طيب أكثر يأتي أربعة خمسة عشر سواء أعطاني معنى مفيد مثل العدل أساس الملك هذا كلام وكلم أيضا خلينا في الكلم الآن هذا يعتبر كلم لأنه تكون من ثلاث كلمات أو أكثر وكذلك إن لم يفدني لا يشترط في الكلم أن يكون مفيدا شرط الإفادة تكون فقط في الكلام أما الكلام شرطه الوحيد أن يكون من ثلاث كلمات فأكثر فكلمة أو جملة فجملة مثل إن حضر ضيف وسكت هذه كم كلمة واحد اثنين ثلاث ثلاث كلمات هذه الثلاث كلمات هل أفادت معنى جديد لا ماذا إن حضر ضيف ماذا تفعل معه لم تقل شيئا لم أكمل الحديث فهذا كلم ولكنه ليس كلام لماذا لأنه لم يعطي معنى مفيد ولكن لو أنك قلت إن حضر ضيف أكرمته تم المعنى فهو كلام وفي نفس الوقت كلم لماذا لأنه تكون من ثلاث كلمات فأكثر فهناك تلاقي بين الكلام والكلم طالما أن الجملة أكثر من كلمتين وأفادت معنى فهي كلام وطالما أن الجملة أكثر من ثلاث أو هي من ثلاث كلمات فأكثر فهي كلم فقد يجتمع الكلام والكلم معا كقولك إن حضر ضيف وتقول أكرمته أكرمته كلمة أكرمته جعلت هذه الجملة كلام وكلم في نفس الوقت والكلم اسم جنس جمعي اسم جنس جمعي يعني ما معنى اسم جنس جمعي أنه يدل على شيء على جمع يدل على جمع ولكن يفرق بينه وبين مفرده بالتاء المربوطة أسماه اللغويون اسم جنس جمعي وهو الجمع الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء المربوطة فما مفرد كلم كلمة وضعنا في آخر كلم التاء المربوطة تحول إلى كلمة ومثله كلمة جزر ضع في آخرها التاء المربوطة تتحول إلى جزر فجزر جمع مفرده وضعنا في آخره التاء المربوطة هذا يسمى اسم جنس جمعي كذلك ثمر جمع ضع في آخرها التاء المربوطة تتحول إلى ثمرة وكذلك بقر جمع ضع في آخرها التاء المربوطة تقول بقرة وبذلك نكون انتهينا من الحديث عن الكلم طيب ما هي الكلمة؟ الكلمة هي المحور الأساسي في دراستنا في النحو مع بقية إخوانها فالكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد يعني كلمة واحدة ليست مركبة مع غيرها مثل قلم كتاب جامعة كلية قسم نجاح هذه كلمة وقد تطلق الكلمة الكلمة هي اللفظ المفردة كلمة أقول مثلا محمد هذه كلمة خالد هذه كلمة ولكن قد تطلق الكلمة ولا يقصد بها اللفظ المفردة بل يراد بها الكلام الكثير أعطيك مثالا من الواقع المعاش تقول مثلا ألقى مدير المدرسة كلمة الصبح هل هو قال كلمة واحدة قال باسم وسكت مثلا أم قال باسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب أرحب بكم في بداية العمل وأخذ يتحدث دقائق هذه ليست كلمة واحدة بل هي مجموعة من الكلام الذي يتحكم في ذلك ويوضح المعنى المقصود من كلمة في الجملة وسياقها أقول لك مثالا آخر أقول لك ما هي كلمة التوحيد كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله مجموعة من الكلمات هي ليست كلمة واحدة ولكن هنا أقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يقصد بها كلمة واحدة ولكن يقصد بها كلاما كثيرا ومن ذلك قول الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها هذه لا يقصد بها كلمة واحدة بل يقصد بها كلام كثير وهو قوله يوم القيامة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت هذه ليست كلمة واحدة بل هي كلام كثير والكلمة التي هي محور عمل النحاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى اسم وفعل وحرف ولكل من الاسم والفعل والحرف علامات وتعريف يختلف عن أخيه من أقسام الكلمة وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة إن كان في العمر بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الثلاثة وأخ assessوم اشتركوا في القناة